موسيقى الوحدة إلى ربع نشط ظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العنوين مغاربة العالم في طريق العودة إلى بلدان الاستقبال والصورة حية في الظهيرة من ميناء الحسيمة تنضم إلينا من هناك ضابط ميناء رحاب بولمان وزارة النقل واللوجستيك تستعد لإدراج خطدات الكهربائية ضمن مدونة السير مشروع القانون جاهز هو الآن في مرحلة المصادقة ضيفة الملف بهجة بستام مديرة النقل الطرقية بوزارة النقل واللوجستيك تنضم إلينا من الرباط وعدسة ظاهرة في آزلال ترصد لنا في براعي تنغارف دخاناً أبيض ينبعث من باطن الأرض وتشققات في المراعي مختص في علوم الأرض والمياه الجوفية ضيفنا من فاس لفهم الأسباب تفسير الظاهرة عنبياً في احتفالية عيد الشباب ليلة حالمة في المضيق امتدت لأزيد من ساعة من الزمن أبدع الجوق السنفوني الملكية في وصلات موسيقية تفاعل معها جمهور عريض في المنطق أهلاً بكم عملية مرحبا تدخل شقها الثاني بعودة مغاربة العالم إلى بلدان الاستقبال بعد قضاء العطلة الصيفية هنا في البلاد ومن أجل ضمان سيابية العبور ترتيبات عدة تتخذ على مستوى جميع نقاط العبور البحرية منها والجوية وذلك لتجنب الاكتظاب المتوقعي ونحن في أواخر شهر غشت عادة ما تكون هذه الفترة مطبوعة بازدحام في النقاط البحرية الأكثر طلباً على وجه الخصوص من ميناء الحسيمة تنضم إلينا ضابط ميناء رحاب بولمان أهلاً بكية تتواجدين في ميناء الحسيمة نحن في الأسابيع الأخيرة من شهر غشت عادة هذه الفترة تعرف اكتظاضاً وازدحاماً في النقاط البحرية كيف تمضي ترتيبات هذه المرحلة السلام عليكم تنشكركم على الاستدافة ومرحباً بكم عننا في المحطة البحرية بميناء الحسيمة لضمان ثلاثة عبور المغاربة المقيمة بالخارج وخصوصاً في هذه الفترة التي هي فترة العودة تأخذنا بمعية جميع السلطات المهتمة مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في تعزيز الموارد البشرية لضمان ثلاثة وسرعة عبور المواطنين ذلك بالإضافة إلى تكتيف عدد الرحلات البحرية بمعدل رحلة يومياً نحاول أن نقص من الاكتداد التي تعرفت هذه المرحلة هي مرحلة العودة من المنتظر أن تنطلق في الثالثة بعد الزوال من ميناء الحسيمة باخرة ضمن بواخر أو رحلات جوية تنطلق من ميناء الحسيمة في اتجاه بلدان الاستقبال نحن في الثاني والعشرين من غشتهل من أرقام بشأن عملية العبور عند بوابة الحسيمة البحرية بالطبع كان أرقام مهمة هذه السنة متلات بالنسبة للوافدين على الميناء بما معدله 20479 مسافر بالإضافة إلى 5265 عربة وبالنسبة للمغادرين عبر الميناء إلى حدود الساعة لدينا 13779 مسافر بالإضافة إلى 3247 عربة إذن ماذا عن الأسبوع الأخير من غشت اللي عادة ما كيعرف اكتداد واش ستكون هناك ترتيبات ولا تعزيزات خاصة بهذه الفترة تحديدا؟ نحن ننتظر أن يرتفع بشكل أكبر عدد المغادرين عبر الميناء بحلول نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله نحن دائما هنا سنواكب المغادرين كيفما قلت بمساعدة جميع سلطات المتدخلة لذلك كان لجنات جل استقبال المواكبة لنضمن ثلاثة العبر شكرا لك ضابط ميناء رحاب بولمان كنت معنا مباشرة من ميناء الحسيمة وإلى منتصف غشت الجاري سجلت الموانئ المغربية عبور حوالي مليون وتسعمائة ألف مسافر وأزيد من أربعمائة ألف وسبع وأربعين سيارة في كلا الاتجاهين منذ انطلاقة عملية مرحبا لهذا العام في الخامس من يونيو الفائت أدخل تصنيف دولي جديد خاص بالموانئ أدخل ميناء تنجى المتوسط ضمن أفضل عشرين ميناء في قائمة شملت أزيد من مئة ميناء عالمية تنجى المتوسط احتل إذن هذه المرتبة المتقدمة لقدرته في معالجة الحاويات ميناء تنجى المتوسط تعالج أكثر من ثمانية ملايين وستمائة ألف حاوية السنة الماضية مغاربيا اللحظة الأمم المتحدة تحذر من تظهر السريع للوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا وتندد الأمم المتحدة بالتصرفات الأحادية لبعض الجهات الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوتر والانقسام داخل المؤسسات كما تعقد المجهودات المبدولة لأجل توصل إلى حل السياسية بين الفرقاء الليبيين عن طريق التفاوض تضيف الأمم المتحدة وباب التفاوض لم يفتح بعد إمكانية التواصل إلى هدنة في قطاع غزة 22 يوما بعد 300 عمر حرب تصر فيها تل أبيب أن تقتل المزيد تستمر الحرب إذا رغم الأصوات التي تتعالى مناددة بوضع كارثي في القطاع أو على الأصحة ما تبقى من القطاع دون ماء دون دواء ولا طعام المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمعروفة اختصارا بالأونر وتقول إن الموت يبدو هو الأمر الوحيد المؤكد بالنسبة لأزيد من مليوني فلسطيني في قطاع غزة حيث لا يوجد مكان آمن في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الغزيين وملف غزة حاضر في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض في السباق كملا هاريس ينتدر أن تعلن موافقتها رسميا في مؤتمر شوكو شيكاغو أن تعلن قبولها للتراشح باسم الحزب الديمقراطية ينافسها دونالد ترامب المرشح الجمهوري من خلف الزجاج المقاومي للرصاص في كارولاين الشمالية هاجم ترامب عاريس خلال تجمع الانتخابي هو الأول له في الهواء الطلقة منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر مريم ترقى بعد شهر من محاولة اغتياله القرائس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أول خطاب الانتخابي له في الهواء الطلقة أقيم التجمع الخطابي في متحف الطيران في ولاية كارولين الشمالية وسط إجراءات أمنية مشددة من بينها استخدام الزجاج المقاومي للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها المرشحة وشن دونالد ترامب في خطابه أمام آلاف الحاضرين هجوما على سياسات منافسته الديمقراطية كامالا هاريس واتهمها بأنها أكثر شخص يسار متترف يدخل الصباق الرئاسي سوف تدمر أمريكا تماما كما دمرت سان فرانسيسكو وكاليفورنيا إذا اتحدنا اليوم يمكننا أن نمنع وصولها إلى الرئاسة ونحقق أقوى اقتصاد في التاريخ من خلال القيام بأمور سنجعل بها أمريكا قوية وعظيمة مرة أخرى تزامن التجمع الخطابي لدونالد ترامب في اليوم الثالث وما قبل الأخير من تجمع الحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو حيث أكد تيم ويلز أمام آلاف المناصرين للحزب قبول ترشحه لمنصب نائب الرئيس ومن المتوقع أن تتم تزكية كامالا هاريس رسميا اليوم مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي ونعود اللحظة إلى الخبر الوطني تتواصل ردود الفعل مثمنة قرار العفو الملكي عن صغار مزارعي القنة بالهندية فاعلون جمعويون بشفشاو تحدثوا للظاهير عما بعد العفو الملكي الحرية تعني الاندماج في المشاريع التنموية المرتبطة بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنة بالهندية صديق من زينة فريد غيتو ظلت عيون هذه الأم العجوز مشدودة إلى جميع الطرق العابرة للجبل بعد أن فتحت مبادرة العفو الملكي طريق الانفراج أمام ابنها مشاعر الفرحة والامتنان عمت جميع أفراد أسرة المفراج عنها مبادرة ملكية بوقع إنساني واجتماعي قوي يعيد للمزارع البسيطة الأمل في عيشة آمنة كريمة يضمنها الانخراط في مشاريع الاستعمالات المشروعة للقنة بالهندية هكذا تمنت أهراء الفاعلين الجمعويين المحليين مبادرة العفو الملكي التي تؤسس لمرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بمناطق زراعة القنة بالهندي فهذا اندل على شيء فهو يدل على أن الملك البلاد هو أب حانون على شعبه نتمين العفو الملكي الذي يعكس التزام صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وإياده بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين ولأسرهم العفو الملكي هو خطوة إيجابية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية هو خطوة إيجابية بالنسبة للي نحو تحقيق واحد العدالة الاجتماعية كما أدعو القطاعات الحكومية والشبه الحكومي الوصي على قطاع الفلاحة إلى الاهتمام بها الشريحة وإنجاز مشاريع تنموية متوسطة وكبيرة هي إذن مبادرة تأسيسية لمرحلة جديدة في تاريخ زراعة القنة بالهندية تقوم على أساس سيادة القانون وحمايته للأفراد من حيث حقوقه الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها مقتضيات القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنة بالهندية وما يترتب عنها من المكاسب الاقتصادية لفائدة المزارعين المنخرطين في مشاريع الاستعمالات القانونية لنبتة القنة بالهندية وعلى مشارف إحصاء الشتنبر الترتيبات الآن في الأمطار الأخيرة لسابع إحصاء سيجرى على صعيد الوطني عدسة ظاهرة تتوقف عند شق التكوين في بنسليمان تحديداً كنموذج نتحدث هنا عن 321 باحثاً سيوزعون في الإحصاء على 321 نقطة قروية في الإقليم ككل ومراقبون في مهمة تكوين الباحثين أمنا لهم الإواء أيضاً نايا جوبي سمية دهين من جماعة القارة قدمت سنة وبدار الطالب ببنسليمان استقرت رفقة مجموعة من الباحثات اللواتي تقطن بعيداً عن المدينة حيث تخضعنا للتكوين كباحثات في الإحصاء العام للسكنة والسكان ببنسليمان ضمن المرحلة الحضورية في المجال القروي عموماً والمجال الغابوي على وش الخصوص حقيقةً ظروف الإيواء في دار الطالبة هي ظروف صحية وأيضاً سليمة حيث يصرفوا عليها الناس اللي هم أهلين بهذه العملية واستهلت لنا عملية تكوين سواء التكوين الحضوري ولا الظروف المبيض والفكرة هي أن يتم تكوين الباحثات والباحثين وسط مؤسسة تحيط بها الغابة هنا ستتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتدليل الصعاب من قبيل لوحة إلكترونية متصلة بالأقمار الاصطناعية تحدد مناطق الإحصاء داخل الغابة وعددها 321 منطقة كانت تغطية شاملة بصور الأقمار الاصطناعية للمجال كله دي الإقليم المسلمين كانت صعوبة في التواصل مع السكان الغابة على الأخص نظراً للمسالك شيئاً ما صعباً ولكن بمساعدة السلطات وأعوال السلطة سيتم التواصل مع السكان داخل الغابة لوحة فيها مجموعة من الوسائم وهي الخارطة مجموعة من الخارط هي CRTS وعندنا GPS كذلك بالإضافة إلى هذا الأجاز لديه وحد كذلك المقدام والشيخ الذي سيرفقه لا يكتف المراقبون بالجوانب التقنية أثناء عملية التكوين بل يتم تحسيس الباحثين بضرورة استحضار خصوصية المجال القروي والتعامل مع الأسر بلباقة والحضور يوم عملية الإحصاء بشكل يليق بهذا الحدث الوطني الهام للباحث أن يذهب بمظهر لائق ما يبشيش لهم بالشورط مثلاً يبشي بمظهر محترم يهدر بلغة سليسة يقدم لرب الأسرة لرب الأسرة بطاقة باحث لأنك تخول للصفة يهدر بلغة بسيطة سليمة يفهمها الجميع لا يتوقف الحديث عن الإحصاء فوراً قضاء حصة التكوين ففي نهاية اليوم يجتمع الباحثون والباحثات في دار الطالبة لأجل المذاكرة والمراجعة حتى تبقى المعلومات راسخة في أذهانهم ولا تذهب أدراج الرياح فور العودة إلى مضاجعهم وكما أسلفت ذكرى في العنوين في المدن الكبرى خاصة باتت معتمدة لدى شريحة واسعة من المغرب وأتحدثون عن التخوتينات الكهربائية إما لأجل التنقل الشخصي نحو مقرات العمل أو الدراسة ولأنها صارت من وسائل النقل الحديثة فستخدع التخوتينات الكهربائية لتشريع قانوني مصودة المشروع جاهزة وهي الآن في مرحلة المصادقة نفصل أكثر في هذا الموضوع مع ضيفتنا من رباط بهيجا بوستا مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك تنضم إينا من رباط أهلا بك إذن تشريع قانوني خاص بتخوتينات الكهربائية لماذا هذا التشريع؟ أولا سمحوا لي أنا أشكركم على الاستضافة من أجل تصليص الضوء على إشكالية ديال التخوتينات اللي كتندرج في واحد موضوع كبير اللي هو موضوع السلامة الطرقية اللي كتوليه الوزارة أهمية بالغة منذ سنة 2022 لذلك اعتمدت مجموعة ديال الإجراءات والتدابير اللي ممكننا نصنفها لسنفين كين التدابير اللي عندها مكاسب سريعة ديكوي كوينس كومون لزابال وكين التدابير اللي عندهم تكتسي واحد متوسط البعد ولا الأمد ولا طويلة الأمد مثلا بحال التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية أو الدراسة اللي كتنجزها الوزارة حاليا هاتش على المدى المتوسط من الاستراتيجية الوطنية سيدة بهيجة مستهد على المدى المتوسط والبعيد في المرحلة الآن يكن وهناك مشروع قانون وفي مرحلة المصادقة ما هي أبرز عنوين هذا المشروع إلا سمحتوا لي لأنه خاصنا نوضعكم في صياق ديال إعداد هات المشاريع المراسيم اللي كتهم لدخوتينات كما قلت لكم المسائل اللي عندها طويلة الأمل بحال استراتيجية تقيم ديال استراتيجية ديال السلامة الطرقية اللي خاصة لها ديال توضع لنا واحد برنامج عمل اللي هو مندمج وشامي من أجل تحسين مؤشرات ديال السلامة الطرقية بالنسبة لدخوتينات كان خصنا ندير واحد تفاعل سريع مع الظهور وهذه المركبات الجديدة في الفضاء الطرقي ثانية من خلال الإحصائيات اللي قمنا بها برزات لنا الإشكالية ديال الدراجات النارية اللي كانوا كشكلوا فقط 28% من مجموعة القتلى سنة 2015 ووصلنا دابال 41% ديال مجموعة القتلى وبما هناك تشابه ما بين هذه الوسيلة ديال النقل الجديدة اللي هي دخوتينات ودراجات نارية كان لازم أننا نقطروها نقطرو استعمال ديال الطريق ولا مستعمل الطريق ديال هذه المركبات باش من فاقموش من الخطورة ديال مستعمل الطريق عاديمي الحماية باش نجاوبكم على السؤال ديالكم بالفعل هناك مشروعي مرسوم تما ايداد المشاريع ديال المراسيم المشروع المرسوم الأول كيهم الخصائص تقنية ديال هذه المركبات أولا نحن نعرف هذه المركبات لأنهم لم يكن تعريف ديالهم في مدونة السير على الطرق عطيناهم تعريف كمركبة بمحرك ثم نحدد لهم الخصائص تقنية اللي توفر فيهم باش يتسامل في الطريق العمومية مثلا جهاز الحصر جهاز ديال المنبي بالنسبة لك لغاج لسينياليزاسيون ديال هاد الوسائل التحرك دونك هاد المشروع المرسوم كيحدد الخصائص تقنية اللي خص توفر فيها هاد المركبات باش تستعمل في الطريق العمومية المشروع المرسوم التاني هو اللي كيحدد قواعد السير ديال المستعمل لهاد هاد المركبات بحيث أننا حددنا السرعة القصوى ديال هاد المركبات 25 كيلومتر في الساعة ممكن شيفوتوا لا داخل المجال الحضاري ولا خارج المجال الحضاري هاد السرعة القصوى ما عندهم مش الحق يستعملوا هاد المركبات خارج المجال الحضاري إلا إلا كانوا ممرات مخصصة للراجلين هاد المركبات هاد أيضا بمعنى أنه داخل المدارات لا اسمح لي سيدة بهيجا كتقول أنه هاد طوتينات الكهربائية لن تستعمل سيكون محظور استعمال هاته الوسيلة من النقل الحديث خارج المدارات الحضارية التي لا تتوفر على ممرات خصب الراجلين بمعنى أنه داخل المدن هاد الممرات موجودة بشكل واضح نعلم جيدا أنه ممرات خصب الراجلين ما كناش في جميع المدن أنا بالفعل كان ندوي على الممرات المخصصة للدراجلين 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 يعني أن هاد المركبات هاد المسألة ركت تعدر في المدن الكبرى فما بالك في المدن الصغرى لا داخل المجال الحضاري سيشاركون جميع أنواع المركبات الأخرى الفضاء الطرقي إلا إلا كان الممر الخاص للدراجلين فعندهم الإلزامية أنهم يستاملوا هذه الممر ديال الدراجلين خارج المجال الحضاري ما عندهمش قال الحق أنهم يستاملوا خارج المجال الحضاري ثم كما قلت لكم لهي مهمة أيضا هو أنهم تستاملوا من طرف راكب واحد وما عندهمش لحق يستاملوا من أجل نقل سؤال أخير بعجالة سؤال أخير بعجالة سيدة بهيجة بستل لأنه الموضوع مستفيد وأكيد غير رجعوا لي من يصدر هذا القانون بشكل مفصل سؤال أخير واشغة تفرض إلزامية التأمين لسورانس الناس اللي عندهم هادة التخوتينات الكهربائية بالفعل بالفعل لأنه هي النقطة الأخيرة اللي كنت أدين أن نقول لكم ما أنه اعتبرت مركبة بمحرك كما جاء التأريف في المشروع المرسوم فهي خاضعة لنظام التأمينات الجاري بالعمل بالنسبة لجميع المركبات بمحرك شكرا لك بهيجة بوستا مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجيستيك كنت معنا مباشرة من الرباط ينبعث من باطن الأرض دخان أبيض في مراعي تانغيرف التي جفت في سادس سنة بدون متر تقعت المنطقة في جبال أزلال وقد غدت الأدخنة نار الإشاعة التي تروج لمعلومات خاطئة تثير كثير من القلق في صفوف المزارعين إلى هذه المنطقة انطلق أو انتقل حل سمتع لا دخان بدون نار هكذا يقول المثل المتداول فأي نار تحت هذه الأرض بجماعة تاكليفت إقليم زلال التشققات غارت ببعض أديم المنطقة التي كانت إلى بضع سين نخلت تشد إلي الرحال صيفا لما يوفره المنبسط من كلاء وفير للماشية تينغارف أقرب الدواوير إلى المرعى الجماعي وبفضله استقرت ساكينة تطالب بتسريع برامج الربط بشبكات الماء والكهرباء وإصلاح الطرق بات يؤرقها مصير المراعي وقد استحال عشبها إلى دخان مهمة بالنسبة للناس الذين يسرحوا فيها حيث هي واحدة الفلاصة التي تهزلهم الغنم ومعيز وهم لا يريدون أن تضيع بسبب هذه الضائرة يريدون أن تبقى كيف كانت سابقا وكان تطلبوا أن تكون شتاء وترجع بشيء الذي كان سابقا الساكينة هذه البلاسة يريدون أن تفسير علمي لكي يعرفون ما يريدون أن تحسن أو أن تزيد المهمة البلاسة هذه هي عنصر الاستقرار بالنسبة للسراحة والكسابة لهذه المنطقة هذه لهيب الإشاعة امتدت ألسنته بعيدا في العالم الرقمي خوفا من ارتباط الدخان بنشاط بركاني وأغلب الظن أنها تكاهنات كاذبة في انتظار جواب مقنع من الهيئات العلمية المختصة عبد سمد عن هذا الجواب العلمي نبحة وللغاية ينضم إلينا مباشرة من فاس محمد زاهمي مختص في علوم الأرض والمياه الجوفية أهلا بكم دكتور محمد زاهمي إذن باش كيتفسر هذا الدخان الأبيض وبهذا التشققات مرحبا بك باش كيتفسر هذا الدخان الأبيض باش كيتفسر هذا التشققات الواضحة فهذا النقطة الجغرافية في جبال أزلال كين كلام كين إشاعك تقول لقدر الله الأمر ممكن يكون بركان وشهد شي صحيح أم خاطئ علميا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأمر بكل بساطة سيدتي تعلق بما يسمى بحرائق المصنقعات إذن تحري سبق وأن صحفي دوزيم انتقل إلى المكان وقد أثبت بالكاميرا أن المنطقة عبارة عن مصنقع وشاهد شاهد من أهل المنطقة أن هذه الظاهرة ديال الحباس المياه عن هذا المكان يعود إلى 2019 بمعنى أنه قبل من 2019 كان هناك مصنقع وفي محتوى العلمي المصنقع هو عبارة عن منطقة رطبة يكثر فيها نشاط نباتي اللي مرتبطة بوجود مياه بوفرة إذن هذا كله مرتبط بالمحتوى الجيولوجي اللي كان هناك طبقة سديمة تمنع تصرب المياه بذلك أرفع المستوى في كل فترة أنه تشهد تساقطات يرتفع المستوى ديال المياه وكيكثر فيها نشاط نباتي وبعد ذلك بعد 2019 دخل المغريب في مرحلة الجفاف اللي هي الآن تمتد ودخلت في السنة السادسة أنه نحبس المياه ونخفض المستوى المياه في المنطقة الشيء الذي أحدث تفاعلات بين المادة العضوية الميتة مع المكونات ديال الطمي الموجودة في المصنقع الشيء الذي أحدث حرائق في العمق السبب الرئيسي والمباشر هو التغيير المناخي والنتيجة الحتمية كانت تكون مباشرة على مناطق الرطبة شأن ما يحدث في مختلف بقاء العالم مثل الغابات أستاذ زاهمي يعني ما يقال ما يتم ترويج لها في منصات رقمية هو خاطئ وفق تقييمكم ودراستكم العلمية هذا بالنسبة لدخل الأبيض التشققات اللي كبيرة وواضحة باش كتتفسر واش عندنا نفس التفسير أم تفسير آخر هذه التشققات ترتبط أساسا بالخسف عندما تحترق المواد العضوية الميتة لعندها ارتباط مباشرة برطوبة الطمي يحدث خسف كما نثبث أن هذه النار أنها تحضنها المنطقة وأنها تشتعل داخل الأرض ولا يمكن تحديد امتدادها إذن يجب الحذر حيث أن هذه المنطقة يرتادها الرؤات سي زاهمي سي زاهمي سي نطلق من هذا التفسير العلمي التي أعطيته هنا بمعنى أن هذه الناس ستفادى التواجد في هذه المنطقة لكي فيها الدخان ينبعي من باطل الأرض نعم أولا يجب التحدث على نوع هذه الأدخينة هذا الدخان هو أول أكسيد الكاربون وثاني أكسيد الكاربون وهناك أيضا غازات أخرى ما يسمى بالغازات الدفئة إذن الاقتراب أو الاكثار من الاقتراب من هذه الأمكنة يمكن أن يتسبب في ضيق تنفس وأيضا تعرض لها بكثرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات كبيرة جدا إذن يجب الابتعاد للأمكان يجب أيضا توخي الحاضر لأنه يمكن يوقع فيه خسف وأنه يوقع احتراق الأشخاص أو الذي الغانم في حين انتظار أن تكون هناك تساقطات مطرية إن شاء الله في مرحلة المقبلة في فصل الشتاء ليمكن أنها تساهم في إخماد هذا الحريق الذي يوجد في العمق شكرا لك والله يرحمنا إن شاء الله الأستاذ محمد زاهمي مختص في علوم الأرض والمياه الشوفية كنت معنا أستاذ مباشرة من فاس في الخبر الرياضي للظاهرة حتى أول الرياضيين البرالامبيين المغاربة حتى الرحال في العاصمة الفرنسية أمس للمشاركة في دورة الألعاب البرالامبية بباريس تنطلق الخميس المقبل نتحدث عن 38 رياضيا مغربيا سيدافعون عن ألوان الوطن في مجموعة من الألعاب كألعاب القوى كرة المدرب على الكراسي رافعات القوى والبارا تيكواندو سباق الدراجات على الطريق وكرة القدم الخماسية للمكفوفين وقد تم تقديم الأبطال المغاربة الثلاثاء الماضية في العاصمة الرباط فكل التوفيق للرياضيين البرالامبيين في نسخة باريس أولمبياد الخاصة بالبرالامبيين إلى كأس العالم للألعاب الإلكترونية التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض شهر نومبر المقبل تأهل المنتخب الوطني بعد سبعة أيام من المنافسة احتل المنتخب الوطني المركز الثاني في البطولة الإفريقية لرياضات الإلكترونية احتضنتها الدار البيضاء أسماء سلوان مشاعر الحماس والفرح لحظة الإعلان عن تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبتي موباي لجند وبابجي أسبوع من التنافس بين 15 منتخبنا في البطولة الإفريقية للألعاب الإلكترونية احتل من خلالها المنتخب المغربي المركز الثاني ده أول ظهور المغرب في لعبات موباي لجند في بطولة العالم إن شاء الله ناوي نكتبه التاريخ ونقوله الكلمة ديانا إن شاء الله خاصنا غير شوي دي الوقت حيثنا تبارك الله يلا بدنا هذا المشوار هذا الكأس العالم كنا مراد نش من يجي جا وغلنا المركز الأول ولكن الحمد لله أنا نبعدت لنا وكنت مننا وأننا نقدمه آداء مزيئة نحسن من هذا في كأس العالم لغا يكون في الرياض في شهر 11 إن شاء الله اليوم الختامي عرف حضورا جماهيريا كبيرا وشخصية بارزة بطولة جسدت قدرة المملكة على احتضان تظاهرات رياضية عالمية في هذا الصنف هو حدث بمواصفات عالمية والمغرب هو البلد الوحيد الذي نظم بطولة إفريقية بشكل حضوري ومؤهلة لكأس العالم وهذه مفخرة لنا وبتاء التأنيث لم يتأهل المتخب الوطني إلى بطولة العالم عقب احتلاله المركز الثالث فيما عاد اللقب القاري إلى منتخبي جنوب إفريقيا كما عشرت من قبل في العنوين في احتفالية عيد الشباب ليلة حالمة في مدينة المضيق الساحلية ابتدت لأزم من ساعة من زمن أبدع فيها الجوق السامفوني الملكي وقد قدم 12 وصلة موسيقية من عمق ذاكرة القرن التاسع عشر تفاعل معها جمهور المضيق وزوار المدينة أمسية زينتها الشهب النارية التي أضاءت ليلة الشاطئ مريم تارقا في روبرتاج عبد الرحيم بوحدوي من المضيق على أنهام أهاره المقطوعة من موسيقى الجاز عاش سكان مدينة المضيق وزوارها أجواء الاحتفال بعيد الشباب موسيقى نعم مدينة صفروجي كان هناك ألسيدنا عد عيد الشباب المجيد صراحة الأجواء ممتعة استمتعنا بزافة الفرق الموسيقية مناسبة تريد الشباب التفال الله ينصر صيدنا والله يستغر أمور الأجواء تكون جوينة إن شاء الله كان هناك صاحب جلالة في هذه المناسبة السعيدة والله يطول لي عمره أنه كساكنة مدينة ستوان نحس في البعيد الشباب السيدنا ومولانا الملك محمد السيد صلى الله الجوق السامفوني الملكي برئاسة الموسيقى أوليك ريشتكين أبدع في تقديم 12 وصلة موسيقية من عمق ذاكرة القرن التاسع عشر أضربت آدان جمهور مدينة المضيق وزوارها شين أنا يلتشي طوافش الحضرات الحفل الرائع ديالذكرى الشباب الله يستر سيدنا بالنسبة الحفل السوين وقشت الساعة مدينة وعشر المالك واختتمت السهرة بعرض جميل للشهوة الاصطناعية أضاءت سماء مدينة المضيق ليلا وأمتعت الجمهور الحاضر في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة مغاربة العالم في طريق العودة إلى بلدان الاستقبال رسدنا صورة حية في مستهل الظهيرة من ميناء الحسيمة مع ضابط ميناء رحاب بولمن وزارة النقل واللوجيستيك تستعد لإدراج تخطينات الكهربائية ضمن مدونة السير مشروع القانون جاهز والآن في مرحلة المساطقة بهذا نكون قد وصلنا إلى اختام نشرة الظهيرة الموعد الإخباري القادم أمازيغي أنفس واغ الليلة مع سليمة بن عبد حسين الزيق يلقاكم في المساء وغدا الظهيرة في عهدة زهراء أي تح